شهد ديوان عام محافظة كفر الشيخ تسليم طنين لحوم سقوك الإطعام لتوزيعها على ألفي أسرة أولى بالرعاية على مستوى المحافظة وأكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين أنه تم التشكيل لجان لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في إطار من الود والحب والإحترام والاهتمام الذي توليه الدولة بجميع مؤسساتها لهذه الأسر